بأننا أمة نحوسوا على السلام نحوسوا على الرخاء نحوسوا على التنمية للأمة الجزائرية ونحوسوا على الرخاء والاستقرار والأمن لجيراننا سوى في موريطانيا أو في المغرب ولكن اللي اعتاد علينا احنا أمانة حرب لكن في إطار الدفاع على سيدتنا وعلى وديعة شهدائنا وعلى وحدة شعبنا وعلى وحدة الجغرافية انتعنا لأننا ضع اليد في اليد لمناصرة هذا الرجل عبد المجيد تبون الذي ضحى رغم ما أصابه من مرض إلا أن الله سبحانه وقدره شفاه وعالجه وقام من جديد يكافح ويناظل إنه الرجل الذي وجد الأمة الجزائرية أيام الحراك منقسمة إلى طائفتين طائفة تنادي بالمرحلة الانتقالية وطائفة تنادي بالحل الدستوري والعودة إلى الشعب وجد البلد ممزقا ونحن على شفاء حفرة من الانزلاق والتقاتل بيننا كجزائرين وبين الجزائرين وبين جيشهم وبين الجزائرين وبين مؤسسات أمنهم كاد أن يخرجنا من السيادة إلى اختلاق السيادة كاد يمكن أن نتقاتل فيه مع بعضنا البعض لكننا نتجاوزنا ذلك الخطر الكبير إذا مصبعين الكرام لعلكم عرفتوا شكونوا هذا هذا من الآن في الصعيدان غالدي نسميه البرح ديال تبون ولا البوق ديال تبون لأن هذا الوصف ينطبق عليه بالحرف على كله هذا بنجرينا بطبيعة الحال أحد الأزلاب وأحد الأبواق وأحد الكراكيز ديال نظام حضارة الجزائر في بداية المقطع أو بداية الفيديو ديالو مشلغار جبيلات على أساس أنه بغي السفز المغرب والسفز المغربة بحركات بهلوانية طائشة غبية في نفس الوقت كما العادة كما اعتدنا دائما من نظام حضارة الجزائر لكنه في ذات الوقت مع ذلك التصريح يعترف بأنه لا وجودة لمرتزقة البوليزاريو كنتحدث على الجيران ديال حضارات الجزائر من الجهة ديال الغرب وكذكر فقط المغرب وموريطانيا هذا دليل على أنه حتى في اللاوعي ديالو يدركون بأنه لا وجودة للبوليزاريو في الصحراء المغربية وللأقالي من الجنوبية المغربية وأنها مسألة وهم مسألة وهم حتى هموا واعيين بدل قادية لكن يفضلون العيش في الأكدوبة يفضلون العيش في الوهم يفضلون العيش في الخرافة يفضلون العيش في عالم بعيد عن الواقع هل تشيلي واقع لنظام حضارة الجزائر والبصبعيين والجزائرين المستحمرين لكن اللي بغيت نركز عليه اكتر في هذا الفيديو متابعي للكرام وهو الجزء الثاني من حملة البراح بنغرينا باش أنه يروج للعهدة الثانية ديال عمجيد حشاكم طب يتلحب داك تتبال وكزمر لعمجيد حشاكم وكيشييت وكدرب البندير وكينفق في النفار وقال بأن عمجيد حشاكم هو الذي أنقذهم من الاقتتال الداخلي وشوفوا الآن كيف شبدو كيعترفوا بأن عندهم اقتتال داخلي وبأن عندهم تفتس داخلي وبأن عندهم صراع ديالأجنحة شفتوا كيف اعترفوا غير الفن هو بغيت طب اللي عمجيد حشاكم لكنه اعترف بأن عندهم اقتتال داخلي وهذا الاقتتال الداخلي وإن كان قد تم تأجيله سنة 2019 على سنة تأجيله ما حدث في حضارة الجزائر في 2019 كان المصرحية هزلية ما بين نظام حضارة الجزائر حول بوتفريقة والعودة الخامسة وما إلى ذلك من هذه الأمور لكن الاقتتال الداخلي ما غاديش يكون بسبب تبون أنقضهم ولا منقضهم شو لا شو القريحة ما انقضهم شو لا انقضهم ولا هذه الخزعبلة ولا هذه الشعارات الاقتتال الداخلي غادي يكون لي سببين السبب الأول قضية الصحراء المغربية والهزائم المتتلية للنظام حضارة الجزائر على الساحة الدولية والصفعات التي تتوالى شرقاً و جنوباً و شمالاً و غرباً السبب الأول السبب الثاني الأزمات الداخلية المتفاقمة في حضارة الجزائر دولة النفط والغاز لا يوجد الماء لا يوجد الكهرباء لا يوجد الخوز لا يوجد الحليم لا يوجد الزيت و غرباً يوجد الخوز و أسعى الأزمات و هناك أزمات أخرى مع دول المنطقة و فتحات التسليل والصحب السفير و لم يكن عارفين ماهو ماذاو و ثاني زواتين و في ليبيا و لم يكن عارفين ماهو أفتر أهو ماهو و لم يكن أصبعه فيها كل دول المنطقة معها اصداع منوض معها أزمات المغرب طبيعة الحال الحدث ولا حرج فبالتالي هذه ستكون كذلك من بين الأسباب لماذا ستكون هناك اقتصال داخلي أو بن جريناك تعرف لأنهم كانوا على وشك الدخول في الاقتصال الداخلي وإن كان هذا الاقتصال الداخلي تم تأجيله ليس لأن عمجد حشاكم يريدون أن يظهروا بمظهر البطل وهو الذي أنقذهم وأخرجهم من تلك المرحلة وما إلى ذلك نفس المسألة قالوها لبوتفليقة نفس المسألة قالوها لبوتفليقة بعد العشرية السوداء جاء بوتفليقة ورده هو البطل هو الذي أنقذه من العشرية السوداء وما إلى ذلك نتحدث بطبيعة الحالة للأبواق والبراحين لكن ماذا حدث في عد بوتفليقة هل تطورت البلاد لا هل حقق ثم الطفرة ديال الدول اللي عندها النفط والغاز وشوفوها الآن في الوصلات وعطاكم ميتان بالإمارات اللي قلسين كتبوها وكتعيروها شوفوا الإمارات في الوصلات وشو صلتوا في حالها لا بل بوتفليقة بخاك حكم فيكم حتى أصبح على كرسي متحرك حتى أصبح مقعد مشلول وكان بغير يدير عهداء خامسة نفس المسألة قد توقع لكم ما عم جيد حشكم لكن السؤال هاد المرة هل سوف يتم إنقاذكم من الاقتصال الداخلي اللي تحدث عليها بن جرينا لا لا لماذا؟ لأنه في 2019 ولا 2020 كانت هناك أمور دوليا اللي وقعت ارتفاع أسعار النفط بعد ما كان منهارا هو الذي أنقذ حضارة الجزائر من الاقتصال الداخلي والطامة الكبرى أنهم ما استغلوش ارتفاع أسعار النفط كما يجب بالرغم أنهم حاولوا يروجوا أنهم بغني ديروا صناعة وبغني ديروا كدما ما قدروا يدروي تشي حاجة جابوا نفخ العجلات في نسختها الثانية في جزءها الثاني بدأوا ترحوش أمور لاعقلانية تحليصهم اليارة 300 مليون متر مكعف اليوم ديال المياه المسألة لم تتخذ العقل قال لك سيدي 100 ألف كيلومتر مزرعة ديال الحليب يعني أمور لم تتخذ العقل دليل على أنهم مقارين مواعين أميين والجهلة لا يعرفون كيف يسير البلاد فبالتالي هذه غدت كومين بين الأسباب لماذا الاقتصال الداخلي سيقع ولا مفر لكم من الاقتصال الداخلي ولا مفر لكم من الانفجار الداخلي أمور 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 البراح تتكلم عليها على الاقتصال الداخلي وكيعترف بأنهم كانوا نوضوها بناتهم ولا مفرّ لكم من هذا الاقتصال صدقوني عاجلاً أو آجلاً شحال ما بقيتوا غادي تموت غادي تفرقع شحال ما بقيتوا شحال ما حاولتوا أنكم تغطيوا على الاقتصال الداخلي وعلى الصراع الداخلي وعلى ما عرفت ما ما غاديش تقدروا فينا هذا المطق هذا هو المصير لحضارات الجزائر لأن تتعطي لكم فرصة باشتبنيوا دولة ثم بقتم قابلين المغرب والبوليزاري وتقرير المعصير والأقاليم الجنوبيا المغرب خدم بلاده وغادي القدام ونتم غاديين للنحيد متابعينا كرام خلونا للأراءات لكم والتعليقات لكم أراكم في فيديو قادم وأنا غالب إلا الله